السلام عليكم وحضرات وعليكم السلام يا راجل يا راجل ورحمة الله وبركاته فينك يا عم؟ أين كنت وكنت أين؟ وحشتنا وحشنا الكلام بتاعك قبل أي كلام عايزين نقول على خبر مهم جدا وهو وإحنا في مشروع نايل بيزنس سيتي بنعلن عن انضمام أحد الشركات العملاقة في مجال التشديد ولي كانت مسؤولة عن تغيير ملامح مصر والدول الأفريقية والدول العربية بشكل كبير جدا وهي شركة المقاولون العرب ولما تعرف ان شركة المقاولون العرب انضمت لمشروع نايل بيزنس سيتي اعرف ساعتها ان احنا دخلين على أعمال في التشديد غير نمطية وتحديات استثنائية لن يقوم بتخطيها غير شركة المقاولون العرب وبرعاية شركة نايل ديفولومنت ده بالنسبة للخبر المهم بالنسبة للخبر الاهم فقد حدثت ظاهرة هندسية فريدة يوم الاثنين الموافق 29 يناير لعام 2024 وانا ليه بقول ظاهرة هندسية عشان الحدث الهندسي ده مش بيتكرر كتير احنا كمهندسين شغالين في مجال الكونستراكشن ممكن احنا نخش المجال ونشتغل طول عمرنا فيه ونخلص وما نشوفش هذا الحدث أصلا ما يعديش علينا هعمل كده نفس فكرة ايه عارف انت اللي هو الناس اللي بيبقى قاعدين بيبصوا في الفضاء يبصوا على الشمس ومستنين كوكب يعدي ما بيعديش اللي مرة كل ساعة وعشرين سنة تقريبا واول ما يعدي من الدم الشمس يقول لك اه الله اكبر الله ينور اه عارف انت القصة دي هو حدث كده فريد من نوعه حصل عندنا في مشروع نايل بيزنس سيتي ايه الحدث ده يا شباب هو عنوانه اجراء اختبار تحميل الخزو البرد بحمل يصل الى 5000 طن وكان المنفذ لهذا الاختبار شركة المقاولون العرب وبرعاية نايل ديفولوبمنت حلو ده عنوان الحدث طيب قبل ما نتكلم عن تفاصيل هذا الحدث ويه قصته ويه الفكرة بتاعته ويه المميز اللي فيه وتكلفته كام ويه النتيجة اللي مستنينها من اجراء هذا الاختبار لازم اتكلم عن حجم الاعمال المنفذة على مدار السنة اللي فاتت في المشروعين اللي احنا شغالين عليهم مشروع نايل بيزنس سيتي ومشروع 31 نورث ايه القصة بص يا سيد زي ما انتعرفين طبعا يا حضرات على مدار الموسم الثالث السنة اللي فاتت بدأنا في الحديث عن مشروعين مهمين في العاصمة الادارية بيقاموا على شريط الابراج السياحي المشروع الاول وهو نايل بيزنس سيتي ودي عبارة عن اربع ناطحات سحاب بارتفاع 233 متر والتي تعتبر اعلى مدينة رأسية في افريقيا وبيعرض كل لوجهة المشروع يصل الى 200 متر ودي اعرض وجهة لمشروع واحد في العاصمة الادارية كلها يبقى انت عندك عرض الوجهة الامامية للمشروع 200 متر وارتفاع الاربع ناطحات سحاب 233 متر ودايما هتلاقي كلامي رايح في السكة دي اطول اكبر اعلى ادخل كده فاهمني دايما القصة رايحة في السكة دي ليه هو طبيعة المشروع ده كده طيب ده المشروع الاول مشروع التاني وهو عبارة عن ناطحة السحاب 31 نورث واللي بيابلغ ارتفاعها 31 متر وعدد الادوار 31 دور عشان كده تسمى 31 نورث تمام دايما لما بنيجي نتابع مشروعات التشييد بنسأل نفسنا دايما السؤال ده ما هو الموقف التنفيذي للمشروع ايه هي الاعمال اللي خلصت ويه هي البنود اللي تم استكمالها ونسبة الاستكمال بتاعتها كم في المية هل خلص منها 10 في المية 20 في المية 100 في المية وهكذا تعالوا بينا نستعرض الموقف التنفيذي للمشروع نبدأ بمشروع نايل بيزنس سيتي تم الانتهاء من انظمة السند الخرصانية اللي بتسند جوانب الحفل بتاعت المشروع باجمالي عدد من الخوازي يقدر بـ 420 خزو خطر خزو 1 متر وعلى عماق بتصل لحد 40 متر وبحجم خرصانة يتجاوز الـ 5000 متر مكعب وحط في بالك كده الاعمار السكنية تقريبا بتعمل في حدود 1000 متر مكعب خرصان يبقى الخوازي 420 دولت الخرصانة بتاعتهم خرصانة 5 عمارات تقريبا ماشي بالاضافة الى الانتهاء من تدعيم هذه الخوازي بانظمة الشورينج أو الأنقرز الخطفات اللي كانت بتثبت في التربة وعرفنا القصة بتاعتها والوظيفة منها والتنفيذها بالكامل في حلقة العمال التربية اللي قلناها قبل كده تقدر ترجع وتشوفوها ده أولا ثانيا تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل في المشروع والوصول الى عمق يتجاوز الى 24 متر يعني بارتفاع 8 أدوار وصلنا لعمق حفر 8 أدوار وبإجمالي 800 ألف متر مكعب حفر ناتج حفر كان التقدير المبدائي على 500 ولكن كسرنا هذا الرقم ووصلنا الى 800 ألف متر مكعب وضربنا مثلا قبل كده عشان نتخيل حجم كمية الحفر دي قلنا الحمام السباحة الأولمبي حجمه بيساوي 2500 متر مكعب هنقس من 200 ألف على 2500 متر مكعب يبقى بيساوي 320 حمام سباحة أولمبي قدرنا نحفر حجم 320 حمام سباحة أولمبي دي نقطة تم الانتهاء من تنفيذ خمس خوازي أساسية اللي بنقول عليها خوازي البارد وتم الانتهاء من تجربة اختبار تحميل الخزوق البارد بحمل 5000 طن عشان تتخيل يعنيها 5000 طن فهنين نقول مثلا العربية الواحدة العربية الملاكة السيدان دي بتبقى وزنها تريم في حدود من 900 كيلو لطن هنقربها نقول واحد طن يعني كننا جبنا 5000 عربية وروحنا نحمل لهم على الخزوق الواحد وهنعرف ليه عملنا القصة دي وتفاصيل هذا الاختبار المهم والحياء وطبعا قبل كل ده تم الانتهاء من عمل الجسات التأكيدية والاسترشادية بعمق يصل الى 66 متر وهرفنا قبل كده ان الهدف من الجسات دي هي اخذ عينات من كل انواع التربة الموجودة في المشروع عشان نفهم خصائص التربة اللي هنشتغل فيها ونعرف ازاي هتتصرف التربة دي تحت أسير الأحمال او أثناء عملية الحفر ده بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع نايل بيزنس سيتي بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع ثيرتي وان نورث فقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرصاني للمشروع بنسبة تتجاوز ال 65% وبإجمالي خرصانة تم صبه حتى الآن بيساوي 50 ألف متر مكعب وهنضرب المثال بتاعنا برضو لو العمارة ألف باحنا صبين لحد الوقت 50 عمارة مع بعض وكمية الحديد اللي تم استخدامها في مشروع ثيرتي وان نورث حتى الآن اللي موجودة في الهيكل الخرصاني بتساوي 11500 طن دي طبعا نسبة مهولة جدا إنها تتحط فيه منشأ واحد ولكن ده عشان نلبي الطلبات التصميمية لهذا المشروع الضخم وحاليا وصلت ناطحة السحاب لحد الدور ال 16 دور ال 16 من 31 دور ده بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع ثيرتي وان نورث بالنسبة لحلقة النهاردة يا شباب فاحنا هنبدأ فيها بالكلام عن الأساسات العميقة لمشروع نايل بيزنس سيتي بعد ما وصلنا لعمق الحفر المطلوب اللي احنا وافين عليه ونجحنا في تنفيذ الخوازي السندة وتأمين جوانب الحفر هنبدأ في الخطوة اللي بعد كده وهي تنفيذ الأساسات العميقة ديب فونديشن للأربع ناطحات سحاب للأربع عميقة واللي هيوصل لتفحهم ل233 متر فلو عايزين تتعرفوا تفاصيل تنفيذ هذا النوع الفريد من الأساسات وايه هي التفاصيل بتاعتها سواء أعمال حفر أو أعمال التسليح أو أعمال الصب أو الاختبارات اللي بتتم عليها واللي بتوصل دقتها لأقل من ملي سيبوا كل في ايديكم واعيروني سامعكم وانتباهكم اشتركوا في القناة سؤال بسيط يطرح نفسه ما هو أول عنصر خرصاني في الأساسات العميقة للأربع ناطحات سحاب العجابة الأبسط وهي خزوء البرد جالي أحد التعليقات لما نزلت حالة العمال الترابية على لفظ كلمة خزوء والتعليقات جالي من الأشقاء العربي من بر مصر لولول يا هندسة يعني ما فيش غير الكلمة دي يعني احنا عندنا بنسميها وتد أو خبور كل بقى دولة يعني ليها اللفظ بتاعها لا يا حضرتك انا مش مكسوف من اللفظ ده وهو موجود في الكود المصري كده انواع الخوازية اه عندنا كل الانواع وبعدين انت قافش في الاسم ليه يعني انت سيبك من الاسم بقى يعني المهم اللي حدودة بيعمل ايه يعني المهم الحاجة اللي انا باشرح حقيق بتعمل ايه متسيبش بقى 95% من الموضوع وتمسك بقى في الاسم نحن نختلف مع بعض على الاسم مش معقول يعني الاخوة العرب مش عايفين يكتبعوا على اسم يا سيدة هنسميه مديحة احنا عندنا ربمائة عشرين مديحة في الموضوع خلاص هنسميه على اسم ابو اي حاجة خلص بقى ما يعني ما تصغرش ادمعك على النقطة دي فهمني خليك لزيز العب سهل ايه هو خزوق البرد ده ده عبارة عن نوع من العناصر الخرصانية اللي احنا هننفزه في التربة اللي احنا وافين عليها والهدف منه نقل احمال الاربع نطحات سحاب الى التربة القوية ده الاجابة اختصارا وده بطل حلقة النهاردة فهمت وظيفته؟ لا ما فهمتش حاجة هندسه بالراحة كده ونفهم مع بعض دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ننفز اربع نطحات سحاب على التربة اللي ربنا خلقها لما تفتح اي كتاب ليه علاقة بنطحات السحاب في العالم ويجي يقولك ايه هي انواع التربة اللي تصلح ان احنا نبني عليها نطحة سحاب هتلاقي ده ام بيقولك تربة صخري الصخر بيشيل اوزان زي ما انت عايز قدرة تحمل علي طيب فانت هي تقوله طب لو انا لو عندي مثلا تربة الرملية انا في الصحراء هو وعن هم تربة رملية ينفع يقولك ابعد عن التربة الرملية اخر حاجة تبني فيها نطحة سحاب التربة الرملية طب ليه عن يقولك اصلتش فاهم احنا التربة الرملية دي لو انت حفرتها وجيت تبني عليها عمارة ومشيت عمارة سكنية صغيرة خالص بتهبط بيك تربة الرملية دي لو تثابت كده من غير عمل إجراءات لتحسين خوصها ومنعها من الهبوط مقاردة ان احنا نحفر ونصب كده يلاك ما ينفعش تعمل مشاكل على طول في المنشأ بعد استخدامه فده كلامي عن عمارة سكنية صغيرة ما بقى لك بقى عن ناطحات سحاب معنى كده ان اي دولة طبيعتها رملية مش تبني ناطحات سحاب ما هي دبية هي بنت برجة خليفة اعلى ناطحة سحاب في العالم ودائما هتلاقيني في كلامي في الحلقات الجاية الريفرنس بتاعي والمرجع بتاعي برجة خليفة ليه؟ على الاعتبار ان ده الدليل بتاعنا في عمل اي انجاز او تنفيذ اي مشروع فهقارن مثلا خلصان اللي عندنا في المشروع بخلصان برجة خليفة حجم الحديد اللي تحط ونوعه بيه برجة خليفة وهكذا خلصان من 2010 وحتى هذه اللحظة محدش يدر يكسر الارقام القياسية بتاعته بنسبة كبيرة فهنشوف بقى في هذا المشروع هل قدرنا نكسر الارقام القياسية بتاعي برجة خليفة ولا لا؟ طيب برجة خليفة مبني في دبي دبي كوزبان رملية مش ترى رملية ده بيه عمف الرملية ازاي بقى نخلي ناطحة سحاب تتبني في تربة رملية عندنا في مصر؟ في اي نوع تربة احنا عايزين مش شرط رملية اي نوع تربة احنا مثلا عنده فشونا البيزن سيتي موجود دقريبا اغلب انواع التربة معها تربة طنائية كل انواع التربة موجودة هنعمل ايه والعمق كبير بقولك هتتكلم في عمق 14 متر ايه الحل؟ بص بقى قعد المصممين الانشائيين يفكروا في القصة دي ازاي نعمل نظام اساسات عميقة للمشروع يتنفس في اي نوع تربة اي ان كان والتربة تستحميله عادي جدا انوافقاش مشاكل قالك بص تعال هندرس الصحراء دي ونشوف ايه الحاجة اللي شبه ناطحة السحاب في الصحراء وقفة كده طول عمرها مطاولة كده ولا بتهبط ولا بتروح يمين ولا بتروح الشمالي قاعدوا يدوروا قاعدوا يفكروا حاجة ربنا خلاق حاجة طبيعية موجودة من ايام الهجرة من الاف السنين قالك اه الجمل جمل ايه يا عم بس بقولك مطاولة مطاولة يا عندسة مش الجمل ده في الصحراء يا سيدي ماشي وفي الصحراء وكل حاجة بس بقولك مطاول مطاول وبينزل بلح رطب وطمر واحمر وصفر وبني قالك النخلة تعال شوف الاستراكشن بتاع النخلة ده عامل ازاي تيجي تبص عليه من فوق الارض عبارة عن لحققات لحققات كده مشرشرة كده طالع الحققات ده فوق ماشي تعال بقى بص على الجزء اللي تحت التربة قاعدوا يحللوا يبصوا على الاساسات بتاعت النخلة عشان يعرفوا هي ليه ما بتهبطش معي في تربة رملية عادية وزنها تقيل يعني مش خفيف لقوا ان اساسات النخلة عبارة عن جذور شديدة الخشونة طالع منها جذور كتير قوي رفيعة خالص شديدة الخشونة طب اش معنى شديدة الخشونة عشان الجذور دي لما بتبدأ تتحرك في التربة التربة بتعمل معاها احتكاك ما هي تربة رملية اهي قوة الاحتكاك دي تمنع ان النخلة اللي هي ضغوس لتحت بمعنى النخلة عايزة ضغوس لتحت والتربة عايزة تولد احتكاك على السطح الخارجي للجذور دي وتمنعها ان هي طيبط فكل ما النخلة عايزة تنزل لتحت التربة تمنعها ليه نتيجة قوة الاحتكاك ده اولا قالك طايل ماشي كنا ممكن مسلا نعمل جدر واحد كبير ليه عملنا جدور كتير رفيعة كده قالك كل ما تكتر الجدور وتصغر قطرها وحجمها وتعمل تشعيبة زي الشعر كده كل ما قوة الاحتكاك زادت كل ما التلامس زاد بين الجدر وبين التربة بدل ما اعمل جدر واحد كبير قطر قطر النخلة لا اعمل مية جدر وفائعين صغيرين كده اهلمية دولت التلامس اللي بينهم وبين التربة كبير جدا هيمنع ان النخلة بوزنها بالبلح بتاعها بالناس اللي بتتشعل عليها ان هي تهبط واحد ملي في التربة عشان كده النخلة ممكن تقعد عشر 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 سنة سابتة زي ما هي كده ما يحصل لهاش حاجة وتقوم رياح وتقوم زلازل وتقوم اللي انت عايزة كله خلاص كده قالك طيب خلاص ما هي سهلة هي يبقى احنا هنعمل جزور خرصانية والجزور دي هنرمي عليها كل احمال المنشا بس بقى مش هنسميها جزور خرصانية هنسميها خوزيء عامل يعني كلمة خزو عامل كلمة خزو عامل اي هو عنصر خرصاني بينقل الحمل من المنشا اللي فوقيه لحد التربة اللي تحتيه او اللي حواليه ايزا وصل جميع الاتشاريين والخبراء في نايل بيزنس سيتي لهذه الحقيقة الهندسية المؤكدة وهي ان احنا عشان ننفذ هذه المدينة الرأسية العملاقة على طربة المشروع لازم ترتكز على خوزيء خرصانية ماشي طب يا هندسون عرفنا ان احنا مفروض نعمل جزور اللي هي خوزيء في الطربة عشان دي اللي هتقوم بوظيفة نقل احمال المنشا للطربة حلو ايه بقى خزوء البرد ده يعني انت زمان في حالة الاعمال التربية كنت بتقول لنا ان الخوزيء بتبقى دائرية الشكل ونفذنا خوزيء السند اللي هم 420 خزوء كان قطرهم واحد متر كان خزوء دائري طيب ايه خزوء البرد ده وهل هو دائري برضو لا مش دائري خزوء البرد يا شباب هو خزوء مستطيل الشكل مش دائري دي احد انواع الخوزيء النادرة اللي ممكن تستخدم لأعمال السند وممكن تستخدم كخوزيء عاملة المنشأ يرمي حمله عليها طيب السؤال المنطقي ايه اللي خلانا نروح لخوزيء البارد المستطيلة ونسيب الخوزيء الدائرية العادية تعالى نشوف احنا بما عايزين ننفذ خوزيء عاملة في المشروع ترتكز عليها المنشأ الخوزيء دي بتكون دائرية الشكل دي الخوزيء الشائعة وبيكون اقترب تبدأ من اول 60 سنتي 80 متر متر 20 ممكن توصل لحد متر ونص طيب لما جم المصممين للانشائيين يحسبوا ابعاد الخوزيء اللي عايزين ننفذوها في هذا المشروع هم عايزين يعرفوا عدد الخوزيء اللي هتتنفذ كم خزوء وكل خزوء مقاسه كم في كام وحديق التسح اللي فيه كميته قدهيه واماكن الخوزيء دي فين وكمان عمق الخزوء انت عايز تصب خزوء على عمق كام كل المعلومات دي لازم تكون متوفرة لمؤنسين تصميم انشائي عشان يبقوا حاسبين حزبتهم مظبوط بحيث الخوزيء اللي تنفذ دي تحقق اعلى درجات الامان ويكون عمراء الافتراضي كبير جدا طيب فقال لك احنا طلبات ما كم مصممين احنا عايزين التالي عايزين كل ناطحة سحاب من الاربعة تكون مرتكزة على خمسة وستين خزوء برد وخزوء البرد الواحد المستطيل الشكل يبقى مقاسه واحد متر عرض في طول ستة متر عشرين وبعمق يصل لحد خمسين متر ماشي والخزوء الواحد يتحط فيه لا يقل عن خمستاشر طن حديد ومش اي حديد حديد نادر لاستخدام في المشاريع الخرصانية اسمه حديد سوبرستيل بيسموه حديد سبعة تلاف وكمعلومة هندسية الحديد الشاعي اللي في السوق بنسميه حديد خمسمية حديد المشروع اللي احنا فيه ده ده اسمه حديد سوبرستيل بتكون ردبته سبعة مية الاسم التجاري الشاعي ليه حديد سبعة تلاف يعني قوته بتزيد عن قوة الحديد الشائع بنسبة لتتجاوز الاربعين في المية وده اقوى حديد تسليح على وجه الارض ويستخدم في هذه الانواع من الاساسات طيب نرجع تاني ما رجعنا ليه المصممين اختاروا خوازين مستطيل الشكل اولا مساحة التلامس اللي في الخزوق البلد بتكون اكبر من مساحة الخزوق الدائري ايه مساحة التلامس دي اللي هي سطح الخزوق الجانبي الخزوق الدائري يا شباب بيكون عبارة عن خزوق اسطوان الشكل لو بنيجي نحسب المساحة اللي هتلمس فيها التربة الخزوق من الجوانب بنيجي نقول كده المساحة الجانبية الاسطوانة هتساوي محيط الدائرة في عمق الاسطوانة او في طول الاسطوانة فهنجي نقول كده عايز تحسب مساحة التلامس للخزوق الدائري هنجي نقول لو مثلا قطر الخزوق متى ونص اذا المساحة الجانبية بتساوي محيط الدائرة اللي هي قطرة متى ونص دي في طول الخزوق ماشي اما الخزوق البارد المستطيل الشكل في المساحة الجانبية هتساوي محيط المستطيل في عمق الخزوق يبا احنا دلوقتي بنقارن ما بين محيط الدائرة ومحيط المستطيل مع اهمال العمق هنفرض ان عمق الخزوين واحد طلع من دماغ العمق انا دوقتي بقارن محيط الدائرة بمحيط المستطيل الدائرة عندنا قطرها متر ونص المستطيل عندنا ابعاده متر في 6 متر وعشرين ده للمصممين طلبه طيب تعال نحسن محيط الدائرة بيساوي كام محيط الدائرة بيساوي 2 طه نق طيب اصطنة تعليمي عربي او 2 باي ار اتنين في محيط الدائرة بيساوي 4.7 متر كلاص 4 متر وسبعين سنتي ماشي طيب محيط الدائرة اللي قطرها متر ونص طيب محيط المستطيل اللي هيساوي كام هيساوي 6 متر وعشرين زاد 1 ساوي 27 في 2 ساوي 14.4 تمام يبقى محيط المستطيل بيساوي 14 متر 0.4 باسم بقى محيط المستطيل على محيط الدائرة شوف نسبته قدية 14.4 على 4.7 3 اضعاف تقريبا هندسة كل حسابات المثلثات دي بتقودنا ليه بتقود الى نتيجة واحدة وهي ان خزوء البرد المساحة الجانبية او مساحة التلامس بتاعته بينه وبينه التربة تساوي 3 اضعاف الخزوء الدائري العادي الممطي حلو فين بقى الميزة في كده ميزة في كده لو تفتكر جزور النخل اللي كنت بقولك عليها كل ما كانت مساحة التلامس بين جزور النخلة وبين التربة اكبر كل ما قوة الاحتكاك المولدة من التربة مع الجزور تزيد تمنى عن النخلة النية تهبط تماماً نفس الكلام برضو كده المساحة الجانبية الخزوء المستطيل 3 اضعاف المساحة الجانبية للخزوء الدائري وبالتالي قوة الاحتكاك المهولة اللي هتتولد من الخزوء البرد هتبقى 3 اضعاف قوة الاحتكاك بتاعت الخزوء الدائري وده بيوصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها ان احنا بننفذ اساسات عميطة اامنة 100% والتربة بمختلف انواعها كلها اللي احنا شغالين فيها التربة دي اامنة بنسبة 100% وده طبقاً للبيانات اللي بتصدر من بيوت الخبرة المشاركة في هذا المشروع دي نقطة نقطة تانية المصممين انشائيين طلبوا ان الخرصانة اللي هتتصبف خوزي البرد دي تكون اجهاد 900 وان الرقم ده قبل كده من ايام ثلت وان نورث ده بيعبر عن قوة الخرصانة وخدرتها على تحمل الاحمال والاوزان اللي تيجي عليها طيب احنا الخرصانة العادية اللي بنصب بيها اي منشأ عادي كده بننفذه بتكون كام؟ بتكون 250 تصمين شيئين قالك لا 250 دي مش تنفع معنا لان كل ما الاجهاد يقل هتلاقي ابعاد الخزوء بتاعتك بتزيد ماينفعش فانا عايزة ننفذ بحاجة بابعاد مناسبة وباجهاد عالي على الاجهاد ابعاد الخرصانة تقل ده قانون عندنا كافر كونس الرقشة وبالتالي قاعدوا يشوفوا انسب اجهاد لهذه القصة عشان ننفذ ابعاد خزوء البارد بالارقام دي متر بستة متر عشرين قالك انسب اجهاد وهو اجهاد 900 برج خليفة نفسه اعلى اجهاد فيه خالص وده في العامدة كمان الخرصانية بيصل الى 800 وكل الخوازي اللي موجودة في الاساسات العميقة برج خليفة هي خوازي دائرية اقترها لا تتجاوز المتر المص وبعمق قياس اللي حتى خمسين متر اذا بنسجل هنا ثلاث ارقام قياسية قدر مشروع نايل بيزنس سيتي انه يكسرهم ويتجاوز برج خليفة رحم القياس الاول قدر ينفذ خزوه بمقاس متر ستة متر عشرين جميع الخوازي اللي موجودة في الاساسات العميقة لبرج خليفة اقترها لا تتجاوز المتر ونص وبعمق يصل لحد خمسين متر احنا هنا في مقاة بيزنس سيتي هنعمل خزوه متر في ستة متر عشرين وعمقه بيصل لخمسين متر رحم القياس التاني استخدام حديد تسليح سوبر ستيل 7000 وده اقوى حديد على وجه الارض ومش موجود برضو في برج خليفة حاجة التالتة وهي اجهاد خرصانة 900 وزي ما قولنا اعلى اجهاد خرصانة تم صبه في مواطحة السحاب برج خليفة كان 800 ده بالنسبة لتلت ارقام قياسية يكسرهم هذا المشروع دي كانت كل التفاصيل الخاصة بعملية تصميم الخوازي للاساسات العميقة لمشروع نايل بيزنس سيتي والحلقة الجاية ان شاء الله هنعرف مع بعض كيف يتم تنفيذ هذا النوع المعقد من الخوازي ربنا يكون فعول مهنسين التنفيذ اللي بينفذوا هذا النوع من الخوازي مستطيل للشكل بتخلي يعني بتخفر مستطيل في تربة؟ هنعرف ايه التحديات اللي بتواجهنا فيه تنفيذ هذا النوع من الاساسات سواء اعمال الحفر او اعمال التسليح او اعمال الصب واللي عايز يشوف ايه هي تفاصيل تنفيذ الخوازي الساندة اللي مشروع نايل بيزنس سيتي ممكن يتفرج على حلقة الاعمال الترابية اللي احنا عملناها واللي تظهر قدامك على الشاشة نشوفكو على خير وسلام عليكو يا حضرات